سلام سلام طواجين الجيج بالبصلة و الزبيب و البرقوق و الزيتون تنصبه جيجة طريفة الجيج اللي عندك تشديهم تديهم الزعفران سكين جبير الخرقوم شوية ديال البصلة تتسبقي بالبصلة هي اللولى وتحطي فوق هالزبيب والبرقوق و الزيتون وتعاود يتكملي بالبصلة اللي بقت عوية ديال القرفة وتضيف شوية ديال الماء لان البصلة تتلقي الماء يعني تغير في نجيل ديال الماء اذا نرافقوا مع شليدة ديال المطيشة في طواجين طواجنا ديال المطيشة والفلفلة و شلادة ديال القوق مع البيض والبيض خاب أو البربا مع مطيشة الخيار يلا غتشوفوا النتيجة ده بقدمكم من اللي قدمت ذاك الشي ديال الطواجينة ديال المطيشة والفلفلة تنقلي دك اسبوعاتكم مراها مع الخوبص ديال البطار و في نفس الفيديو تبعوا الاخير غادي نعطيكم طريقة لترقاد الفلفل هادك الصغير من اللي يكون وجد عندكم الوقت ديال و طبعا اه البيض هوا مع القوق الطواجنة ها هي ما نحكي لكم شاليها الطواجين ديال البصلة و الزبيب ديال النارة هواء لأرواع شيء من الخيال ها هي الطوبلة ديالي و الفلفلة اللي تكون كتير عندك تتشدي الكمية اللي عندك وتقليها كاملة وتوجدي لها الحامض والملحة دريسة ديال التوم و الزيت البلدية تتحطي في الطويسة ولا في القرعة ولا فاش ما بقتي تحطي في البلارة ولا تتحطي الفلفلة بعد ما تمنلحيها كلها تتحطي الفلفلة و تدري طبقة ديال الزيت مع الطبقة ديال الحامض والتومة وتعاودي تحطي الفلفلة من الفوق و انتي غادي هاكاك حتى تتسالي قليلا